نفذ موظف مستشفى رفيق الحرير الحكومي صباح اليوم إضراما عن العمل كما أقفلت بعض الأقسام وذلك نتيجة للضغوط والظروف القاسية التي يمرون بها عدم تقاضي الراتب نحن صرنا بعشر الشهر وما في أفق أمتى نحن نتعضى بالإضافة أنه في عنا معانات كتير كبيرة عم تصير بالمستشفى أنه المختبر ما عم يقدر يعمل الفحوصات فنحن كموظفين وعائلاتنا ومرضانا كله عم يظهر يعمل بمستشفيات تانية فحوصاته بالمئة من الصور كلها معطلة ما في شركة صيانة لتنفذ الصيانة لصالح المعدات المستشفى مرضى ما عم نقدر نستقبل بسبب وضعنا وعند توجههم إلى الإدارة لحل تلك المشاكل لا يتلقون سوى الوعود التي لا تنفذ الإدارة منتوجهها بتعطيك وعود 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 إلا نحن وياهم من 17 شهر متابعين موضوع الراتب ولهلأ كل يوم بيوعدونا بكرة وبعد بكرة واجراءات وماجراءات وصلت لمحلنا العالم بهذه الأزمة وعم بيحضروا كل الوقت نحن نحضر ثلاثيين بالأسبوع على المؤسسة مش مثل الإدارات العامة نهر واحد الوضع أن المستشفى عم تتدمر ونحن كموظفين وكمنصلين الموظفين ما فينا نسكت ونشوف مستشفى عم تحطري كما نشد موظف المستشفى وزير الصحة في راس الأبيض بالتدخل شخصيا لوضع الخطة اللازمة لتصحيح الوضع ولإجراء التعديلات اللازمة أريد واجه كلمة لمعالي وزير الصحة لحده كان مدير لهذه المؤسسة وآخر الزيارة كانت تعلوه لما انتعل من هاي المستشفى على وزارة الصحة ثلاث سنوات لمعالي وزير ما زار هذه المؤسسة بالوقت اللي هو زار كل المستشفيات في لبنان كانت حكومية أو خاصة مطلوب بس يا معالي الوزير شوية وفى لهذه المؤسسة ونحن المؤسسة اللي ضحينا واللي قدمنا شهدها جائحة كورونا كانت العالم كلها تشوف حالة فينا كمؤسسة ما أثرنا مع أي إنسان لبناني أو غير لبناني أو شو ما كان انتمي وما ميزنا بين حدا وحدا متمنى تتعاطو معنا كنس بتشتغل بدمين الصحة نحط السياسي على جنب ونفكر لمصلحة الناس ومصلحة هاي المؤسسة يكافح هؤلاء الموظفون من أجل تحقيق الحد الأدنى من حقوقهم في ظل غياب الضمانات الضرورية لاستدامة حياتهم المعيشية والمهنية ترجمة نانسي قنقر